عماد بيه؟ بيسلم عليكي عاوزة حاجة؟ طب إنت عايزة مية؟ على فكرة بقى حد الباشا مأمور الاسم هو كمان موص عليكي على فكرة شكرا أنا مش حايفة مو أنت لازم تتغذي كويس محدش عارف إنت هتعود هنا لحد إنت حمد الله على السلامة يا أخويا حمد الله على سلامك طب والله العظيم تلاتة أنا ما كنت أعرف حاجة يا رحيم وحيات ولادي يا رحيم بصني بص في عنايا يا أخويا صدقني والله العظيم ما كنت أعرف حاجة إيش وقته الكلام ده يا رحيم يا ملاي شامل بيت عادم قولي اللي عندي يا بص رحيم بيه أنا عندي كلمتين لازم أنت أعرف عشان حوار دي شكله بقى عواق قوي وما قلتش الكلمتين دول اللي ما كنت عندك وليه وانا الحيب ده أنت يدوب دخلت من هنا والدنيا تقربت عليك من هنا وعينك ما تشوفها الله النوع بسكة وضغري أنا أعرف مين ممكن يكون شافي شام آخر مرة مين؟ أنت أي هدلك عليه للأسف يا فندم خميس ملوش أي قصر ولا في الوراق ولا في المبابة من لغنا اسم الزاوية وجاري ببحث عنه أكيد طبعا مش يرجع الزاوية محدش يرجع حتياته بعد العمله ده ولا يعني اتمسكوا تكلموا بنحقق معهم مش كلهم في الحياة احنا معنا واحد بس ما مهمية والله يا فندم احنا تقيمنا جدا عشان نجيبه يعني واللقد اعتبر أهمهم على فكرة اسمه شابانا الشوكيري والدريع المين لخميس كل المصايب العمالي الخميس كان معاه فيها والسيد رحيم فيين دلوقتي؟ مؤخرا انت حركاته بعد غريبة وأثناء مرابيته لقينا قاعد مع بنتهم في كافية يا حبيبي بيحب بعد روحه بعد اللي حصله؟ لا يا فندم وضوع مش كده اتحرنا عنوهم وعرفنا ان واحدة منهم تبقى اخته والبنت تانية دي اللي احنا مسكناها ببلاقة دي طلعت مرات اخوه يبقى اكيد كده لسه بيدور عليهم اكيد طبعا يا فندم وفيه مش خلص غيره بس قول يا باشا رحيم هرب من المرأبة تانية لا شاء الله شغلوك عظيم عظيم حاجة تشرف فيها خلط بيه راجح حساباتك دور عليه عينكم ما تتشلش عن حي الجمالية اكيد حيظهر اعمر معليك يلا بقى هنخش نلعب مالواد الاسم الشابانة ده يمين شمال يمين شمال يلا فندم تبقش بسجارة فندم لا سجارة ايه تدخين مفيش تدخين فاضح للظبط مالك تعبانة واحدة؟ لا انا تماما باشا ابعت اجيب لك حاجة من برس هاجيب لك حقنا هترايحك على اخر متشاكر يا باشا انا كويس طالما كويس وزي البومبي ما بتتكلمش ليه وربنا يا باشا انا قلت عن كل اللي اعرفه يعني اين فاها وحش انا اعرف عن خميس اكتر منك على كده بانتو مش صحاب وعلا كده انت مالكش لازمة معانا مش انتو كنتو مع بعض في العمليات بتاعت كيلو اربعة ونص لما قلبتو ببات بخاتف البداعة اللي كان لسه مستلمة وملحش وزاها حتى وموت هايلي بردو كنت معي خميش في حرق مغزن الخشب بتاع الحج صلح النادي اللي في اول مريوتاة من شهر وعلا افتع عام منك وخدتو لكشت فلوس قد كده ها بالحج سيد النجار هو كان متغازق او من الحج النادي عشان اعلم عليه في مناقصة التربية والتعليم حصل الله ما حصلش حصل يا باشا مادام حصل يا باشا يبقى تتكلم لانك لو ما تكلمتش بدل ما هتشيل قضايا واحدة هتشيل على كتفك الحلو ده شواء القضايا يلا حبيبي قول 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 واحدة سامعوا يلا تفضل يلا ها هو ده حشام خلايا شد على عدل عرف المباني وقال اجدى واحد من اصحابه سان عمرين ما ارتحت له موسيقى 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 الموسيقى تبدي ايه ولا عشق كون جايزة فقط؟ تنموني بحاجة حضرتك؟ شكراً كنت فيين؟ كنت في النادي أصلي قابلت سيهم صاحبتي كان بقى لي كتير قوي ما شفتهاش فقد فرصة يعني نقعد شوية مع بعضين سيهم؟ سيهم شايفة بتمشي الكلب؟ آه ما هي روحت بدري شوية عشان الشغالة بتاعتها أجازة وانت بقى كنت قاعدة لوحدك الغندورة آه أنا قلت اتمشي شوية كده مع نفسي أفك على روحي كده شوية يعني يا سيك آه كنت مع رحيم آه لا ما حصلش انت جبت الكلم ده منين يا سيك سيبها يا سيك ارجعها للقبتك وما تدخلش مني بالملاقص سيك آه ما حصلش ما حصلش بقولك لكلمته ولا قابلته آه أنا حذرتك يا رحيم حذرتك وقلتلك لو عملت رحيم أو كلمتي أنا أعرف أنا هنعمل فيك إيه؟ اللي هنعملوا فيك إنا هينفعك رحيم ولا غيره؟ تعي نزح بها أنا يا رمم آه 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 ترجمة نانسي قنقر مش عبارده أباطل لمنشد الوحنات اتهمين بقى يا هدهب؟ خلص ما عندش وقت داخل مرة شفتو كم عامينو بيعمل ايه؟ تزبون هنا اسمه زيزو تعرف على العالم معرف إن أنا صاحب إشام وقال إنه هو عايزه في أصلحه كم؟ أدني خمس تلاف بنيه عشان يخلي إشام يتقل في الضرب وخرجهوله قل إيه فين زيزو ده؟ كلمتوا كذا مرة عشان لو عايزت في أصلحة ثاني مردش وبعدين تليفونه تقفل بس هو بيقعد مع بنت هنا كل يوم ما اسمعش إيه فين البيت دي؟ ده سألت عليها هتدلق عليها ايه انت عايز تعيش؟ ده انت شفتني ولا أنا قابلتك؟ ايه عدنا لك ما تزبع ايه ايه ألو? مش قلت لك� condem? اه انت؟ عشان تعرفين اللي بيسمعش كلم يبيتق انتو عايز من ايه تاني افتح الباب دلوقتي حالا ايه مش عاوز افكارك لما ماسمعتيش كلامي حصلك ايه افتح الباب دلوقتي لو عاوزة تخرجي من هنا انت لو فاكرا يا ماما اللي دبسك في القضية دي مش نوع على شر تبقي عبيضة الفرصة مش هتستنى افتح الباب انت رايح فين الساعة دي بتبتطلع مني ايه هستعزم مني يكون انا نازل ولا ايه راح في مصيبة في داهية انت مالك انت اعوز بالله اعوز بالله منك ومنعشتك السودة اخرجي ويفيلي بسرعة خليكي ماشي عادي خليكي واسقة من نفسك محدش هيبصلك كميلي لحد اخر الممر وانزلي السلم اللي هتلاقيه اوعي تخرجي لحد برا انزلي السلم وبس انزلي للاخر بقى هتلاقي بضروم ادخلي اتا وحدي عرفين هخرجك يلا بسرعة مفيش وقت احنا متأخرين أحنا متأخرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة